نحن قبل ما نختم حلقتنا كان لنا بمناسبة هذه الجائزة ما هو تقييمك للدور المبزول من مصر تجاه القضية الفلسطينية وما دارت من أحداث مؤلمة ومؤسفة على غزة خلال فترة ماضية نتكلم على حتتين جزء الأولاني بالموضوع ده دور مصر وده يثبت لك أن احنا بقينا بدولة قوية لا يستهم بنا الرئيس من الأول يوم كان أعتقد في ألمانيا اليوم سينة بتاعت المصريين مش عشان تحل أزمة ما حد تاني تجي على الدولة المصرية كان كلام واضح وقاطع وعندك من القوة خلي بالك القرارات ما لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره طبعا القرارات القوية تطلع من ناس قوية تطلع من دولة قوية عشان كيه دايما أنا أقول على الرئيس أن الرئيس ده رجل دولة قد أحلامنا بزبط عندنا أحلام كبيرة هو قد أحلامنا فالقرارات الصعبة الجامدة عايزة شخصية جامدة واسق لنفسه عارف كويس قوي معي إيه ومكانياته إيه بالزبط وفي نفسه الدولة قوي طبعا موقف مشرف جدا 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 أنا من ضمن القصة دي طبعا لأنه فعلا للأسف 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 الشديد وأنا كان نفسي أوجه رسالة لإسرائيل إحنا كلنا بنتكلم مع بعض عرب ما كلنا عارفين والقضية قضيتنا كلنا لإسرائيل يا جماعة كتر الدم ده القضية بتتغزى وتأخذ روح الشهدة دول وهتعيش مليون سنة كل ما يبقى في الشهدة في غزة أكتر كل ما القضية هتعيش أكتر ما تفتكرش أن القضية هتموت ده كل روح شهيد كل أب ضحى بابنه كل واحدة أولادها تتيمه بجوزها روحه دي حياته عنده خمسين سنة هيعيشه مع الأرض مد القضية خمسين سنة شوف بقى القضية ده قدامها مليان السين مش هتخلص وهتبقى أقوى وأقوى لازم هو يفكروا في كده يعني الأرض يشير بالدم الدم ده ليه ريحة ليه صوت ليه صراخ يعني الحقيقة أنا عايز أسأل سؤال ويعني أنا كان نفسي قوي بطريقة ما بس معرفش أوصل نفس أوصل الإعلام الإسرائيلي طيب ما فيش حد هو حضم ابنه البيب الصغير ده في لحظة حاس أنه فيه واحد جنبه في غزة جرانه كان حضم ابنه في جمال أهوش ما فيش يعني يعني واحد ابنه شايله هو بيعكزه وبيحميه ولا شايله وديه المستشفى ما جايش يبلنه فيه شيخ في مرحلة العمرية دي فقط ابن الشاب اللي مفهود يعالجه وشيله القضايا لن تحل بالدم بالعكس بتزداد صعوبة وتعقيدا وصموت مهما كان ودي قضية ما فيهاش تهاون ما فيهاش تفاوت يعني دي قضية هتفضل موجودة لحاد ما تنتصر إن شاء الله